يا مساء الخير على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد جولة جديدة من جولات ستوديو الأبطال والحقيقة النهاردة يعني جولتنا هي جولة الحسم النهاردة جيم ثري في سلسلة نهائي طبعا دوري الطايرة سيدات ما بين النادي الأهلي وما بين نادي الزمالك الحقيقة النهاردة مباراة لا تقبل القسمة على تنين شفنا الحقيقة أول أمس مباراة صعبة جدا مباراة بها كثير من الندية داخل أرض الملعب ما بين لعبات النادي الأهلي وما بين لعبات نادي الزمالك الحقيقة نحن ما قدرناش نحن نفوز بجيم ثون وفر على نفسنا فكرة أن نروح لمباراة فاصلة وهي مباراة اليوم الحقيقة هتبدأ خلاص كمان نصف ساعة في تمام الساعة العشرة مساء وان شاء الله تبدأ في موعدها النهاردة خاصة ما فيش مباراة بتصبق هذه المباراة ليه بنقول يوم الحسم لأن الحقيقة احنا شفنا أول أمس عدد كبير من الأخطاء دايما نحن نحب نعترف بأخطاءنا لعبات الطايرة الحقيقة كان عندهم عدد كبير من الأخطاء في الصفوف وفي المباراة الجهاز الفني أكيد كان ليه وقفة خاصة أن ما كانش سهل أبدا الخسارة اللي حصلت أول أمس على سيدات طيرة الأهلي خاصة أن هما كانوا مماشيين بخطة ثابتة في الموسم قدروا أن هما المرتين اللي قابلوا فيها هندي الزمالك أن هما يحسموا اللقاءات بشكل يعني متميز جدا فعلشان كده أكيد كانت خسارة يمكن بنقول أن نقطة من أول السطر والنهاردة أكيد لازم الجهاز الفني يكون حاطة سيناريو غير السيناريو خالص اللي حصل أول أمس في المباراة خاصة أن احنا يعني كمان الحمد لله مبارح رجال طيرة الأهلي قدروا أن هما يحسموا اللقب اللي 34 في تاريخهم وقدروا أن هما يفوزوا على نادي الزمالك في صالة دكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر مباراة 3 أشواط الحياة يقدر النادي الأهلي أنه هو يستحوز عليهم أكيد كانت مباراة صعبة ولكن بروح طبعا لعابي طيرة الأهلي يقدروا أن هما يحسموا المباراة لصالحهم ويفرحوا جماهير النادي الأهلي في كل مكان في ليلة رمضانية والصهرة رمضانية الحقيقة كل عشاق النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي كانوا بيتابعوها خاصة المبارح كان يوم هام جدا شايفين طبعا اللقطات معانا على الشاشة وتتويج رجال طيرة الأهلي باللقب الـ 34 خبرات الحقيقة يعني بدءا من الجهاز الفني والإداري اللي بمهمة جديدة الحقيقة قدر أنه هو يتولى للمرة الأولى مع النادي الأهلي طبعا فرناندو ومونزو قدر أنه يدير اللقاء بشكل متميز جدا وبشكل محترف جدا شوفنا الحقيقة مبارح روتيشن أو كمان وجود خبرات قديمة في صفوف النادي الأهلي سواء كابتن أحمد صلاح كابتن عبدالله عبدالسلام كابتن حسام يوسف وغيرهم من الأسماء الكبيرة طبعا وكابتن عبو عدد كبير جدا من الأسماء المخضرمة اللي ليها خبرة كبيرة جدا في الكرة الطيرة مع أيضا كمان وجود عدد من النجوم الوعدين في صفوف الكرة الطيرة عدد كبير جدا برضو وهو ده اللي حصل مبارح الحقيقة فكرة اندماج الخبرات مع بعض أكيد سواء عزب أو الحسيني أو يعني عصران حقيقة خبرات شفنا منهم سواء تعاون مع الخبرات أو تعاون كمان مع النجوم الوعدة وده اللي قد روح مختلفة جدا للمباراة أمس كمان عايزين نبارك لرجال كرة القدم طبعا الفريق الأول بالنادي الأهلي لكرة القدم لتأهلهم لسيمي فاينل أو نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد طبعا مباراة مباراة أهمة جدا شفناها مباراة العودة أمام سيمبل تنزاني في استاد القاهرة شفنا جماهير النادي الأهلي الحقيقة حشود كبيرة جدا وكانوا في ظهر النادي الأهلي بيؤذروا اللعيبة طبعا والجهاز الفني والإداري وأكيد دمش جديد على جمهور النادي الأهلي وأكيد كمان لو كان فيه يمكن أسبقية لحضور الجماهير في صالة دكتور حسن مصطفى أكيد كنا نشوف جماهير النادي الأهلي برضو موجود علشان تؤازر رجال طائرة الأهلي وأيضا سيدات طائرة الأهلي النهاردة إن شاء الله نتمنى كل التوفيق لسيدات طائرة الأهلي في مهمتهم اللي احنا دايما نقول النهاردة النهاردة هيكون يوم الحسم خلاص يعني ما فيش وقت أبدا لأن احنا نخسر مباراة تانية لأن احنا دي الحقيقة مباراة بطولة يعني دا كأننا بالضبط زي مباراة السوبر اللي كنا بنلعب فيها على اللقب النهاردة خلاص احنا ولا في جيم 1 ولا جيم 2 الحقيقة دي الفرصة الأخيرة لسيدات طائرة الأهلي إن هم يحسموا اللقب النهاردة في أرض الملعب أمام سيدات طائرة إلزة مالك لأن الحقيقة أكيد كلنا مشتقين وأكيد كلنا كمان يعني وسيدات طائرة الأهلي تحديدا عايزين يحافظوا على اللقب الغالي بالنسبة لهم فإن شاء الله نشوف مباراة كبيرة بالتعاون مع الجهاز الفني طبعا كابتن إبراهيم فخردين حقيقة خبرة كبيرة جدا كابتن مخضرم وأكيد بكل هدوء زي ما كان أدار كل المباراة المضية أكيد كمان هيدير مباراة اليوم ولكن مع تصحيح عدد من الأخطاء اللي كانت موجودة ولهنتكلم فيها خلال هذا الستوديو طبعا مع كابتن الكبار عن أبرز الأخطاء وعن النهاردة زي ممكن نصحح مصار هذه المباراة وإن شاء الله نفوس باللقب وسيدات طائرة الأهلي يفرحونا في النهاردة يعني نهاية اليوم الحقيقة زي ما احنا كنا بنتكلم على مباراة الأمس وطبعا نباركنا ومجلس إدارة النادي الأهلي طبعا بقى قيادة كابتن محمود الخطيب بارك لرجال طائرة الأهلي على حسم اللقب الأربعة وثلاثين في تاريخ طبعا رجال الطائرة أو رجال الماسترز زي ما اتكلمنا على الخبرات الكبيرة حقيقة خلينا نروح دلوقتي نتفرج على اللقاء هم جدا مع واحد من نجومنا الوعيدين في صفوف رجال طائرة الأهلي وهو عبد الرحمن الحسيني كان لي عدد كبير طبعا من التصريحات الهمة خلال مباراة الأمس وعقب التتويج بالدوري خلينا نروح نتابع هذا اللقاء